كلمات الله تذكرنا بمجموعة من المبادئ خمس مبادئ مهمة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتباه الله لك أن الأقدار حامية للإنسان ومطمئنة للإنسان بأنه في حمى الرحمن ولذلك كل حياتك محمية كل حياتك مضمونة فلما كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيتلو على سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ولاحظ هذه الحالة العائلية سيدنا عبد الله بن عباس بن عم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين ويعوزهما هي حالة فيها أمان مش حالة فيها خوف يعني الحالة اللي فيها حضرة النبي دي حالة تشعرك بأن الرسول الله سلم مش خايف عليهم ومرعوب عليهم وعايز يأمنهم لكن حضرة النبي بيعلمهم القيمة وخاصة في وجود سيدنا عبد الله بن عباس ليه في وجود سيدنا عبد الله بن عباس لأن ما ينفعش نفهم ده من غير ما نفهم أن رسول الله كمان بيربي سيدنا عبد الله بن عباس وبيعلمه شكرا